اشتركوا في القناة حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وأكد سموه أن مسيرة العمل الوطني بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله مستمرة بعزم متصاعد لتحقيق المنجزات الوطنية وسيظل ميثاق العمل الوطني هو الأساس الذي تستمد منه هذه المسيرة نهجها فهو المظلة الجامعة لكافة الجهود الوطنية ومبادئه تقود دوما نحو مزيد من العمل من أجل الوطن والمواطن وقال سموه مستمرون في تحقيق محددات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهدفة لتعزيز التنافسية والعدالة والاستدامة عبر عدد من المبادرات الحكومية لمواصلة الجهود لتحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية وأشار سموه إلى همية تبادل الرؤى والأفكار مؤكدا بأن ما مر به العالم من ظروف استثنائية وما شهدناه من تأثيراتها على كافة الأصعدة تتطلب من اليوم صياغة خطط تستجيب للتحديات وتجهين برامج جديدة واستثنائية تلبي متطلبات مختلف المراحل ووجه سموه حفظه الله لمواصلة التركيز على القطاعات الاقتصادية الوعدة ذات الأولوية من خلال العمل على تعزيزها وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في تنمية كل قطاع من هذه القطاعات المؤمل منها رفض الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتوفير الفرص للمواطنين لافتا سموه بأن المرحلة المقبلة يجب أن يكون الهدف الأسمى فيها أمام الجميع هو ريادة مملكة البحرين في شتى المجالات والبناء على ما تحقق على هذا الصعيد بروح الفريق الواحد وصولا لإنجازات أكبر وأشمل ولا نقبل للبحرين إلا أن تكون دائما في المركز الأول وأكد سموه على همية مواصلة الابتكار لتحسين كفاءة وجودة الخدمة الحكومية وفق أفضل المعايير وأن يكون رضى المواطن عن هذه الخدمة هو مقياس نجاح برامج التطوير ووجه سموه لمواصلة التجاوب السريع والمخلص في خدمة أبناء الوطن والمقيمين وفق إجراءات بسيطة وشفافة وبعيدة عن البيروقراطية لافتا سموه إلى أن المحاسبة والمسؤولية مبادئ يرتكز عليها العمل الحكومي لصون المال العام وتعزيز الممارسات الصحيحة للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها بما يحقق الأهداف المرجوة وكلف سموه أعضاء مجلس الوزراء بأن تكون تطلعات المواطنين دوما أولويات عملهم في المرحلة القادمة مؤكدا سموه الحرص على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية والقطاع الخاصة حيث أن هذه الشراكة جزءا أصيلا في مرتكزات فريق البحرين القائمة على مشاركة الجميع في صنع حاضر ومستقبل الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر